كما التقى وزير الخارجي سامح شكري بوفدي مجلس الأعمال المصري الكندي وخلال اللقاء تم التأكيد على اعتزام مصر اتثمار رئاستها واستضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر مع بحث سبل التعاون في هذا الشأن مع الجانب الكندي